بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نلتقي اليوم مع الآيات من 258 حيث قول الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله تعالى ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم من الآية 260 هذه الآيات الثلاث تتناول موضوعا واحدا في جملته هذا الموضوع هو سر الحياة والموت وحقيقة الحياة والموت وهي بهذا تؤلف جانبا من جوانب التصور الإسلامي يضاف إلى القواعد التي قررتها الآيات السابقة منذ مطلع هذا الجزء وتتصل اتصالا مباشرا بآية الكرسي وما قررته من صفات الله تعالى وهي جميعا تمثل جانبا من جوانب الجهد الطويل المتجلي في القرآن الكريم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وفي إدراكه الأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالا بصيرا منبثقا من الرؤية الصحيحة الواضحة وقائما على اليقين الثابت المطمئن فنظام الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب ليست بمعزل عن التصور الاعتقادي بل هي قائمة عليه مستمدة منه وما يمكن أن تثبت وتستقيم ويكون لها ميزان مستقر إلا أن ترتبط بالعقيدة وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بخالقه الذي وهبه الوجود ومن ثم هذا التركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القرآن المكي كله وما يزال يطالع الناس في القرآن المدني بمناسبة كل تشريع وكل توجيه في شؤون الحياة جميعا والآية الأولى والآية الأولى تحكي حوارا بين إبراهيم عليه السلام وملك في أيامه يجادله في الله لا يذكر السياق اسمه لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآية شيئا وهذا الحوار يُعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجب من هذا المجادل الذي حاج إبراهيم في ربه وكأنما مشهد الحوار يُعاد عرضه من ثنايا التعبير القرآني العجيب ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود الله أصلا إنما كان منكرا لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده كما كان بعض المنحرفين في الجاهلية يعترفون بوجود الله ولكنهم يجعلون له أندادا ينسبون إليها فاعلية وعملا في حياتهم وكذلك كان منكرا أن الحاكمية لله وحده فلا حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة المجتمع إن هذا الملك المنكر المتعند إنما ينكر ويتعنت للسبب الذي ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر هذا السبب هو أن آتاه الله الملك وجعل في يده السلطان لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف لولا أن الملك يطغي ويبطر من لا يقدرونه نعمة الله ولا يدركون مصدر الإنعام ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين فهم حاكمون لأن الله حكمهم وهو لم يخولهم استعباد الناس بقصرهم على شرائع من عندهم فهم كالناس عبيد لله يتلقون مثلهم الشريعة من الله ولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه على نبيه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم تر إنه تعبير التشنيع والتفضيع وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه المعنوي سواء فالفعلة منكرة حقا أن يأتي الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص الرب وأن يستقل حاكم بحكم الناس بهواه دون أن يستمد قانونه من الله قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت والإحياء والإماتة هم الظاهرتان المكرورتان في كل لحظة المعروضتان لحس الإنسان وعقله وهما في الوقت نفسه السر الذي يحير والذي يلجئ الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري وإلى أمر آخر غير أمر المخاليق ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز عنه كل الأحياء إننا لا نعرف شيئا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة ولكننا ندرك مظاهرهما في الأحياء والأموات ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق ألا وهي قوة الله ومن ثم عرف إبراهيم عليه السلام ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد ولا يمكن أن يزعمها أحد وقال وهذا الملك يسأل عن من يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكم والتشريع غيره قال ربي الذي يحيي ويميت فهو من ثم الذي يحكم ويشرع وما كان إبراهيم عليه السلام وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها في مطلع هذا الجزء ليعني من الإحياء والإماتة إلا إن شاء هاتين الحقيقتين إن شاء فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه ولكن الذي حاج إبراهيم في ربه رأى في كونه حاكما لقومه وقادرا على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الربوبية فقال لإبراهيم أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأنهم فأنا إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له وتسلم بحاكميته قال أنا أحيي وأميت عند ذلك لم يرد إبراهيم عليه السلام أن يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل يماري ويداور في تلك الحقيقة الهائلة حقيقة منح الحياة وسلبها هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم شيئا وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية وعدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية في قوله ربي الذي يحيي ويميت إلى طريقة التحدي وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويتعنت ويجادل في الله ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرض إنما هو مصرف هذا الكون كله ومن ربوبيته هذه إلى الكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشرع لهم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ولا تتخلف مرة ولا تتأخر وهي شاهد يخاطب الفطرة حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئا عن تركيب هذا الكون ولم يتعلم شيئا عن حقائق الفلك ونظرياته والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري في أي مرحلة من مراحل نموه العقلي والثقافي والاجتماعي لتأخذ بيده من الموضع الذي هو فيه ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل فبهت الذي كفر فالتحدي قائم والأمر ظاهر ولا سبيل إلى سوء الفهم أو الجدال والمراء وكان التسليم أولى والإيمان أجدر ولكن الكبرى عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر فبهت ويبلس ويتحير ولا يهديه الله إلى الحق لأنه لم يتلمس الهداية ولم يرغب في الحق ولم يلتزم القصد والعدل والله لا يهدي القوم الظالمين ويمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة المسلمة مثلاً للضلال والعناد وتجربة وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين وفي ترويض النفوس على تعنت المنكرين كذلك يمضي بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإيمان الناصع ربي الذي يحيي ويميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب حقيقة في الأنفس وحقيقة في الآفاق حقيقتان كونيتان هائلتان وهما مع ذلك مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار لا تحتاجان إلى علم غزير ولا إلى تفكير طويل فالله أرحم بعباده أن يكلهم في مسألة الإيمان به والاهتداء إليه إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ للبدائيين إنما يكلهم في هذا الأمر الحيوي الذي لا تستغني عنه فطرتهم ولا تستقيم بدونه حياتهم ولا ينتظم مع فقدانه مجتمعهم ولا يعرف الناس بدونه من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم وآدابهم يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الجميع والتي تفرض نفسها فرضا على الفطرة فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجأ إلا بعصر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري فالكائن الحي يبحث عن الطعام والشراب والهواء كما يبحث عن التناسل والتكاثر بحثا فطريا ولا يترك الأمر في هذه الحياويات حتى يكمل التفكير وينضج أو حتى ينمو العلم ويغزر وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى الدمار والبوار والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والهواء سواء بسواء ومن ثم يكله الله فيه إلى تلاق الفطرة بآياته المبثوثة في صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق وفي سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير من هو الذي مر على قرية؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شيئا ولو شاء الله لأفصح ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآن؟ فلنقف نحن على طريقتنا في هذه الظلال عند تلك الظلال إن المشهد ليرتسم للحس قويا واضحا موحيا مشهد الموت والبلا والخواء يرتسم بالوصف وهي خاوية على عروشها محطمة على قواعدها ويرتسم من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية هذه المشاعر التي يتضح بها تعبيره أن يحيي هذه الله بعد موتها إن القائل لا يعرف أن الله هناك ولكن المشهد مشهد البلا والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار كيف يحيي هذه الله بعد موتها وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في الإيحاء وهكذا يلقي التعبير القرآني ظلاله وإيحاءاته فيرسم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر أنا يحيي هذه الله بعد موتها كيف تدب الحياة في هذا الموات فأماته الله مئة عام ثم بعثه لم يقل له كيف إنما أراه في عالم الواقع كيف فالمشاعر والتأثرات تكون أحيانا من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقلي ولا حتى بالمنطق الوجداني ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان إنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة التي يمتلئ بها الحس ويطمئن بها القلب دون كلام قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وما يدره كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي على أن الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة فهو يخدع ويضل فيرى الزمن الطويل المديد قصيرا لملابسة طارئة كما يرى اللحظة الصغيرة دهرا طويلا لملابسة طارئة كذلك قال بل لبثت مئة عام وتبعا لطبيعة التجربة وكونها تجربة حسية واقعية نتصور أنه لا بد كانت هناك آثار محصوصة تصور فعلا مئة عام هذه الآثار المحصوصة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه فلم يكون آسنين متعفنين فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحصوصة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما أية عظام عظامه هو لو كان الأمر كذلك كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي التي تعرت من اللحم للفت هذا نظره عندما استيقظ ووخز حسه كذلك ولما كانت إجابته لبثت يوما أو بعض يوم لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت ثم كانت الآية هي ضم هذه العظام بعضها إلى بعض وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة على مرأة من صاحبه الذي لم يمسه البلاء ولم يصب طعامه ولا شرابه التعف ليكون هذا التباين في المصائر والجميع في مكان واحد معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء والتي تتصرف مطلقة من كل قيد وليدرك الرجل كيف يحيي هذه الله بعد موتها أما كيف وقعت الخارقة فكما تقع كل خارقة كما وقعت خارقة الحياة الأولى الخارقة التي ننسى كثيرا أنها وقعت وأننا لا ندري كيف وقعت ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا أنها جاءت من عند الله بالطريقة التي أرادها الله وهذا دار أكبر علماء الحياة يظل ينزل في نظريته بالحياة درجة درجة ويتعمق أغوارها قاعا قاعا حتى يردها إلى الخلية الأولى ثم يقف بها هناك إنه يجهل مصدر الحياة في هذه الخلية الأولى ولكنه لا يريد أن يسلم بما ينبغي أن يسلم به الإدراك البشري والذي يلح على المنطق الفطري إلحاحا شديدا وهو أنه لا بد من واهب وهب الحياة لهذه الخلية الأولى لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإنما هي تاريخية في صراعه مع الكنيسة فإذا به يقول إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت أي وضع ميكانيكي؟ إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الإدراك فرضا أن يبحث عن مصدرا لهذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر وإنه هو ليجفل من ضغط المنطق الفطري الذي يلجأ الإدراك البشرية إلجاء إلى الاعتراف بما وراء الخلية الأولى فيرجع كل شيء إلى السبب الأول ولا يقول ما هو السبب الأول ما هو هذا السبب الذي يملك إيجاد الحياة أول مرة ثم يملك حسب نظريته هو وهو محل نظر طويل توجيه الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها صارت فيه صعدا دون أي طريق آخر غير الذي كان إنه الهروب والمراء والمحال ونعود إلى خارقة القرية لنسأل وما الذي يفسر أن ينال البلا شيئا ويترك شيئا في مكان واحد وفي ظروف واحدة إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر الأشياء ذات الظروف الواحدة إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة رلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانونا كليا لازما ملزما لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة خطأ من شاءه أننا نفرض تقديراتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو العلمية على الله سبحانه وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة فأولا ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه قانون مستمد من تجاربنا المحدودة الوسائل ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدودو الإدراك وثانيا فهبه قانونا من قوانين الكون أدركناه فمن ذا الذي قال لنا إنه قانون نهائي كلي مطلق وأن ليس وراءه قانون سواه وثالثا هبه كان قانونا نهائيا مطلقا فالمشيئة الطليقة تنشئ القانون ولكنها ليست مقيدة به إنما هو الاختيار في كل حال وكذلك تنضي هذه التجربة فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد وإلى رصيد التصور الإيماني الصحيح وتقرر إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى الله حقيقة أخرى هي التي أشرنا إليها قريبا حقيقة طلاقة المشيئة التي يعني القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به لتتعلق بالله مباشرة من وراء الأسباب الظاهرة والمقدمات المنظورة فالله فعال لما يريد وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تجيء التجربة الثالثة وهي تجربة إبراهيم عليه السلام أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن وإذ قال إبراهيم ربي أدني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعاء الإلهية وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحذيم المؤمن الراضي الخاشع العابد القريب الخليل حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحيانا من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره وليس طلبا للبرهان أو تقوية للإيمان إنما هو أمر آخر له مذاق آخر إنه أمر الشوق الروحي إلى ملابسة السر الإلهي في أثناء وقوعه العملي ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب ولو كان هو إيمان إبراهيم الخليل الذي يقول لربه ويقول له ربه وليس وراء هذا إيمان ولا برهان للإيمان ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها ويتنفس في جوها ويعيش معها وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في القلب الذي يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لقد كان ينشد اطمئنان الأنسي إلى رؤية يد الله تعمل واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يجلى ويتكشف ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله ولكنه سؤال الكشف والبيان والتعريف بهذا الشوق وإعلانه والتلطف من السيد الكريم الودود الرحيم مع عبده الأواه الحليم المنيب ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم ومنحه التجربة الزاتية المباشرة قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم لقد أمره الله أن يختار أربعة من الطير فيقربهن منه ويميلهن إليه حتى يتأكد من شياتهن ومميزاتهن التي لا يخطئ معها معرفتهن وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة ثم يدعوهن فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى وترتد إليهن الحياة ويعدن إليه ساعيات وقد كان طبعا ورأى إبراهيم السر الإلهي يقع بين يديه وهو السر الذي يقع في كل لحظة ولا يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه إنه سر هبة الحياة الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن والتي تنشأ مرات لا حصر لها في كل حي جديد رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه طيور فارقتها الحياة وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة تدب فيها الحياة مرة أخرى وتعود إليه سعيا كيف؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه إنه قد يراه كما رآه إبراهيم وقد يصدق به كما يصدق به كل مؤمن ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته إنه من أمر الله والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه لأنه أكبر منهم وطبيعته غير طبيعتهم ولا حاجة لهم به في خلافتهم إنه الشأن الخاص للخالق الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين فإذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على السر المحجوب وضاعت الجهود سدى جهود من لا يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب كانت هذه الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور في جملتها حول إنشاء بعض قواعد التصور الإيماني وإيضاح هذا التصور وتعميق جذوره في نواح شتى وكان هذا محطا في خط الصورة الطويلة التي تعالج كما أسلفنا إعداد الجماعة المسلمة للنهوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية فيما سيأتي من الصورة سيكون الحديث يستعرض لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد الإسلام أن يقوم عليها المجتمع المسلم وإلى ذلك الدرس إن شاء الله نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته